بسم الله الرحمن الرحيم، طيب الله ألقاتكم أحبابي الطلبة وحياكم الله في درس جديد من دروس قواعد اللغة العربية وموضوع جديد أنه هو اسلوب الاستثناء اسلوب الاستثناء يختلف عن اسلوب النفي وأسلوب الاستفهام لقصره، موضوع قصير، لكن يحمل في طياته صعوبة نوعاً ما يحتاج إلى فهم دقيق للآية القرآنية، للبيت الشعري، للجمل المعطاة في الامتحان حتى نحلها بالشكل الدقيق إذن موضوع يراد لتركيز، يراد لفهم، يراد لتفسير واضح للجمل والآيات حتى نتوصل للإجابة الصحيحة ما عليك إلا الانتباه للدرس والملاحظات المعطاة في الدرس وتسجيلها وتتبيتها بشكل صحيح حتى تتمكن من حل السؤال بشكل صحيح لتحصل على الدرجة الكاملة إذن نبدأ على بركة الله مع موضوع الاستثناء ومنذكرنا أنه هو اسلوب معناه يتكون من عدة النور ليس أمر واحد إذن بداية نعرف ما معنى الاستثناء هو إخراج ما بعد الأدات من حكم ما قبلها إذن إخراج ما بعد الأدات من حكم ما قبلها إذن عندك بعد الأدات وعندك أدات وعندك شيء قبل الأدات إذن هذه هي أجزاء جملة الاستثناء والمخرج يسمى مستثناء والمخرج منه يسمى مستثناء منه إذن عندنا مستثناء ومستثناء منه وعدنا الأدات وعندما نذكر استثناء تخيل أنه أنت أمامك عملية رياضية أو حسابية تشبه عملية الطرح بالرياضيات إذن أنت تلاقي موضوع استثناء أو جملة استثناء تخيل أنه أنت تدحل عملية أو معادلة رياضية تشبه عملية الطرح كأن نقول 8-200 هذا هو الجزء الكبير اللي هو 8 وهذه هي الأدات وهذا هو الجزء الصغير اللي هو 2 هنا خرجنا الجزء الصغير من الجزء الكبير بواسطة هذه الأدات إذن هنا عندنا جزء كبير وعندنا أدات وعندنا جزء صغير اللي هو المطروح إذن عملية الاستثناء تشبه عملية الطرح بالضبط لاحظ المثال أحب الفاكهة إلا الموزة هنا هذا هو الجزء الكبير اللي هي الفاكهة وهذا هو الجزء الصغير اللي هو الموز وكأنك هنا نقصت الموز أو أخرجت من الجزء الكبير اللي هو الفاكهة إذن تشبه عملية الطرح بالرياضيات إذن منين متكونة هذه جملة الاستثناء؟ متكونة من ثلاثة أجزاء الجزء الأول اللي هو المستثناء منه اللي هو الجزء الكبير المطروح منه أو المخرج منه اللي هو المستثناء منه ومتكونة من الأدات اللي هي بواسطتها نقصنا المستثناء من المستثناء منه هذه هي الأدات ومتكونة من الجزء الآخر الثالث اللي هو المستثنى واللي هو الجزء الصغير أو المخرج أو المستثنى اللي نقصنا من الجزء الأكبر أو من المجموع الكلي إذن هذه هي جملة الاستثنى متكونة من ثلاثة أجزاء المستثنى منه الأدات والمستثنى المستثنى منه يمثل الجزء الأكبر بالجملة عند تحديد الأجزاء راح يسهل لي تحديد النوع تحديد نوع الاستثناء وراح يسهل لي إعراب المستثناء أو ما هو حكم كله يعتمد على تحديد أجزاء جملة الاستثناء إذن تحديد الأجزاء مهم جدا وحتى نعرف نحدد المستثناء من الأدات من المستثناء المستثناء منه من الأدات من المستثناء يجب أن نعرف الملاحظات الخاصة بكل جزء إذن هذه هي أجزاء جملة الاستثناء العيد ما هي أجزاء جملة الاستثناء؟ المستثناء منه هذا الجزء الأول الجزء الثاني هو الأدات والجزء الثالث هو المستثناء هذا هو الجزء الأكبر وهذه هي الأدات وهذا هو الجزء الأصغر هنا نقصنا المستثناء استخرجنا من حكم ما قبله لاحظ الملاحظات اللي خاصة بالمستثنى منه أنه هذا المستثنى منه يجب أن يكون اسم ويجب أن يكون اسم معرفة لا يجوز أن يكون لا فعل ولا حرف ولا يجوز أن يكون نكرة يجب أن يكون اسم وأن يكون معرفة معناها المعارف الستة كلها مشمولة من أقول اسم معرفة معناها قد يكون علام قد يكون ضمير قد يكون إسم بشارة قد يكون معرف بقية أو معرف بالإضافة كل أنواع المعارف إذن أن يكون اسم وأن يكون معرف المستثنى مو شرط أنه يكون اسم لا يسترط أن يكون اسم هذه أهم الفروقات بين المستثنى منه والمستثنى حتى نعرف كيف نحدده المستثنى منه يمثل الجزء الأكبر أما المستثنى يمثل الجزء الأصغر لاحظ أنه هنا الفاكهة هي الجزء الأكبر هاي هي المستثنى منه وهنا الموز هو الجزء الأصغر هو المستثنى هنا يمكن حذفه ممكن أنه أحدث المستثنى منه ممكن أن أقول ما أحبه إلا الموزة حذفت المستثنى منه لكن المستثنى لا يمكن حذفه إطلاقاً هذا الفارق الثالث النقطة الأخرى أنه المستثنى منه يقع قبل الأدات لكن لا يشترط أنه مباشرة ممكن أن يكون كلام هنا بين المستثنى ومنه والأدات ممكن أن يكون هنا كلام فاصل لكن المستثنى يقع بعد الأدات مباشرة بعد الأدات مباشرة هذه أبرز المناحظات الخاصة بالمستثنى منه والخاصة بالمستثنى واللي يمكن من خلالها أنه نميز كل نوع أو نعين أجزاء الجملة بشكل صحيح وقد قدنا الأدات الأدات ممكن أن تكون حرف اللي هي إلا وممكن أن تكون اسم اللي هي غير وسوى وممكن أنه تكون أفعال أو حروف اللي هي عدا وخلا وحاشا إذن هذه هي الأدوات أيضا قسمتها إلى ثلاثة مجامع وكل مجموعة يجب أنه نحدد نوعا إلا حرف لأنه اعتمادل عنها كل أدات المستثنى إلى حكم يختلف عن غير وسوى يعني بإلا المستثنى حكمي يختلف عن غير وسوى يختلف عن الأفعال عدا وخلا وحاشا أو هكذا إذن يجب أنه نحدد الأدات هل هي حرف أو هي اسم أو هي فعل أو حرف إذن الأدات ثلاثة مجامع الحرف اللي هي إلا والأسماء اللي هي غير وسوى لكن يشترط أنه غير وسوى تحمل معنى إلا حتى أعتبرها استثنائيا لأنه إذا تتذكر بأسلوب النفي أخذنا أيضا غير النافية هناك غير بمعنى ليس أو بمعنى لا أو بمعنى أي أدات من أدوات النفي أعفوا الغير أما غير هنا تحمل معنى إلا حتى أعتبرها استثنائيا والأفعال عدا وخلا وحاشة أيضا تحمل معنى إلا أحب الموز أحب الفاكهة عدا الموز وأحب الفاكهة غير الموز كلها تحمل معنى إلا إذن هنا هي أسماء أو أدوات استثناء وقد ملاحظة أنه هذه الألفاظ اللي هي حاجة أحد وسيلة غاية شيء إنسان كله المضاف إليه هدف طريق سبيل ناس هذه الألفاظ اللي هي عامة أو شاملة إذا وقعت قبل أداة الاستثناء ممكن أنه أعتبرها هي مستثناء إذن هاي الأدوات إذا جاءت قبل أداة الاستثناء ممكن أنه أعتبرها هي المستثناء هذا تخطيط مبسط قيمة ثلي أجزاء جملة الاستثناء والملاحظات الخاصة بكل جزء من عدها إذن جملة الاستثناء متكونة من ثلاثة أجزاء مستثناء منه أداة ومستثناء راح نفصلها بالشكل الدقيق المستثناء منه ذكرنا هو الحكم العام ويقع قبل الأداة ويمكن حذفة ويكون اسم لا فعل ولا حرف والأداة وهي التي تتوسط بين المستثناء والمستثناء منه أنواح ثلاث حرف اللي هي إلا واسم اللي هي غير وسوى وأفعال أو حروف اللي هي حاشة وعداء وخلا والمستثناء اللي هو الاسم الواقع بعد أداة الاستثناء مباشرة وقد يكون اسم ظاهر أو ضمير مفصل أو متصل أو مصدر مؤول ولا يجوز حرفه إذن أصبح واضح أدنى أركان جملة الاستثناء اللي متكونة من المستثناء منه اللي هو الجزء الأكبر وأداة الاستثناء والمستثناء اللي هو الجزء الأصغر لاحظ حضر الطلاب الدرسة إلا محمدا حضر فعل الطلاب الفاعل اللي هي المستثناء منه طبعا المستثناء منه يؤرب حسب موقع من الجملة ممكن يأتي مبتدى ممكن يكون فاعل ممكن يأتي مفلول به ممكن يأتي اسم مجرور وهكذا يؤرب حسب موقع من الجملة والدرسة مفعل به إلا أداة الاستثناء ومحمدا المستثناء وقعدنا موضوع اللي هو أنواع الاستثناء واللي هو موضوع جدا مهم وكثير من الأسئلة الوزارية تحمل صيغة ما نوع الاستثناء إذن كم نوع من الاستثناء عدنا؟ عدنا نوعين إما تام أو مفرغ ما معنى تام وما معنى مفرغ هذا اللي راح نواضحه الآن إذن عدنا نوعين من الاستثناء تام ومفرغ ما معنى تام؟ معنى أنه المستثناء منه موجود في الجملة المستثناء منه والأدات والمستثناء موجود في الجملة هذا واحد إشلون أعرف موجود بالجملة المستثناء منه؟ اللاحظ أنه الجملة قبل أدات الاستثناء تامة المعنى ولاحظ هذا المثال فاز المتسابقون إلا واحدا هذا هو المستثناء منه اللي هو المتسابقون وإلا أداة الاستثناء وواحدا هو المستثناء ما دام المستثناء منه موجود إذن الاستثناء تام إذن الاستثناء تام عندنا دليل آخر حتى نعرف أنه الاستثناء تام أنه الجملة قبل أداة الاستثناء تامة المعنى فازأ المتسابقون الجملة كاملة المعنى وتامة إذن الاستثناء تام هذا واحد الدليل الآخر أنه هذه أداة الاستثناء لا يمكن حذفها من الكلام لأن حذفها يحدث لبس في المعنى إذن لا يمكن حذف أداة الاستثناء من الكلام لاحظ فاز المتسابقون واحدا عند حذفها أصبح لبس في الكلام ومعنى الجملة غير واضح إذن هذه أداة الاستثناء هنا لا يمكن حذفها فإذن الاستثناء تام إذن أصبحت عندي ثلاثة ملاحظات حتى أعرف أنه الاستثناء أحدد نوع تام وهو أنه المستثناء منه موجود وإشلون أعرفه موجود؟ أنه الجملة قبل أداة الاستثناء تامة المعنى ولا يمكن حدث أداة الاستثناء أما المفرغ لاحظ أنه المستثناء منه غير موجود ولاحظت جملة اللي أمامك ما فاز إلا واحد هنا حدثنا المتسابقون اللي هي المستثناء منه لاحظ ما فاز إلا واحد إذن هنا الواحد اللفظة اللي نقصنا منها كلمة واحد ما موجودة إذن الاستثناء هنا مفرغ وكيف نعرف أنه مفرغ؟ إنه الجملة قبل إلا قبل أداة الاستثناء إلا غير تامة المعنى ما فازه هذه الجملة قبل أداة الاستثناء لم تؤدي معنى أو لم تؤدي فائدة إذن معناها الجملة غير تامة المعنى فإذن الاستثناء مفرغ ملاحظة أخرى إنه يمكن حدث إلا ويستقيم المعنى لاحظ عند حدث النفي والاستثناء يستقيم المعنى فازة واحد هذا أيضا دليل على إنه هذا الاستثناء مفرغ إنه يمكن حدث أداة الاستثناء مع أداة النفي ويستقيم المعنى فازة واحد إذن عدنا طريقتين حتى نعرف إنه هذا الاستثناء مفرغ الطريقة الأولى إنه الكلام قبل أداة الاستثناء إلا غير كامل المعنى الطريقة الثانية عند حدث أداة النفي وأداة الاستثناء يستقيم المعنى فإذن أيضا أعرف إنه هذا الاستثناء مفرغ واللاحظ أنه دائما بالاستثناء المفرغ الكلام منفي ما ممكن أنه يكون مثبت دائما الكلام منفي إذن هذه أبرز الملاحظات حتى نحدد نوع الاستثناء هل هو تام أو مفرغ إذن أن تذكر نوع الاستثناء تام لا يكفي أن نقول تام ونقف وإنما أيضا هناك أنواع أخرى في التام واللي هي إما متصل أو منقطع إذن الاستثناء تام والتام أيضا يغسم إلى قسمين اللي هي متصل واللي هو منقطع ما معنى متصل؟ معناه المستثناء من جنس المستثناء منه لاحظ أنه كلمة واحدا هي من جنس المتسابقون لاحظ أنه واحدا يعني فائزة إذن واحدا من جنس المتسابقون إذن هذا استثناء تام حتى تتام لأنه المستثناء منه موجود ومتصل معناه المستثناء من جنس المستثناء منهم والمنقطع معناه المستثناء ليس من جنس المستثناء منهم إذن الاستثناء التام أيضا يغسم إلى متصل ومنقطع وهذا المتصل أيضا يقسم إلى مثبت ومنفي مثبت معناها غير مسبوق بأدات نفي منفي معناها مسبوق بأحد أدوات النفي وكذلك المنقطع إما مثبت أو منفي ولاحظ الأمثلة هي التي تبين أنه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين لاحظ لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين ألف سنة إلا خمسين الخمسين من أي لفظة نقصتها؟ نقصتها من ألف سنة إذن هنا المستثنى منه موجود اللي هو ألف ألف سنة والمستثنى اللي هو خمسين إذن الاستثنى ما دام المستثنى منه موجود إذن الاستثنى طام المستثنى هل هو من جنس المستثنى منه؟ الخمسين أيضا من جنس الألف سنة إذن هنا الاستثناء متصل هل مثبت أو من فيه مسبق بأدات نفين الكلام مثبت غير مسبق بأي أدات من أدوات نفين إذن الاستثناء هنا تام متصل مثبت تام متصل مثبت لاحظ المثال الآخر ولا يلتفت منكم أحد إلا إمرأتك هذه أدات الاستثناء وهذا هو المستثناء اللي هو أمرأتك لاحظ أمرأتك من أي لفظة نقصناها أو طرحناها نقصتها من لفظة أحد وإحنا ذكرنا أنه إذا وردت عندنا هاي الألفاظ أحد حاجة ناس وسيلة شيء هي تعتبر هي المستثناء منه إذن لفظة أحد هنا هي المستثناء منه هل الامرأة من جنس الأحد بالتأكيد الامرأة من جنس الأحد إذن هذا الاستثناء تام تام لأنه الاستثناء منه موجود متصل لأنه الامرأة من جنس الأحد ومنفي لأنه مسبوق بأدات نفي إذن التام المتصل مثبت كما في المثال الأول وتام متصل منفي كما في المثال الثاني وما معنى منقطع؟ المنقطع معناه المستثناء من غير جنس المستثناء منه لاحظت المثال وصل المسافرون إلا حقائبي الحقائب هنا حقائبهم الحقائب هنا ليس من جنس المسافرون المسافرون من جنس عقل والحقائب من غير جنس اللي هي غير عقل إذن المستثناء هنا من غير جنس المستثناء منه المستثناء منه موجود إذن هو تام المستثناء من غير جنس المستثناء منه إذن هو منقطع إذن هنا حددت أول مرة تام لأنه حدد المستثنى منه موجود ومنقطع لأنه المستثنى من غير جنس المستثنى منه ومثبت لأنه غير مسبوق بأداة نفيه ولاحظ المثال لا يسمعون فيها لغوا إلا سلامة هنا هذه أداة الاستثنى وهذا هو المستثنى سلاما والسلام نقص من اللغو إذن الاستثنى تام لأنه موجود المستثنى منه لكن السلام ليس من جنس اللغو إذن هو منقطع والكلام مثبت أم منفي بالتأكيد مثبت منفي لأنه مسبوق بأداة النفيه إذن هذا استثنى تام منقطع منفي إذن لا يكفي أن نقول تام فقط ونتوقف بل نقول تام واتصل مثبت أو منفي نقول تام منقطع مثبت أو منفي لازم نحدد الثلاثة لغضات تام متصل مثبت أو منفي تام منقطع مثبت أو منفي أما المفرغ فليس له أنواع وكيف أعرف المفرغ المستثنى منه غير موجود لاحظ المثال وما هاجه للشوق إلا حمامة الحمامة من أين نقصتها المستثنى منه هنا غير موجود إذن أصبح واضح إذن أنواع الاستثنى أنه ينقسم إلى تام ومفرغ ونأكد عليها ونكرر لأنه مهم جدا ولا يكفي أن نقول أنه تام فلنقول تام متصل مثبت أو تام متصل منفي نقول تام منقطع مثبت أو تام منقطع منفي إذن هذه اللفظات الثلاثة نذكرها كلها لمن يسألنا ما نوع الاستثنى إذن نفصل بالشكل الدقيق ما هي أنواع الاستثنى أما استثنى تام وهو ما توفر فيه المستثنى منه ويكون على نوعين استثنى المتصل اللي هو ذكرنا الاستثنى الذي يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه ويرد هذا الاستثنى في الكلام التام مثبتا كان أو منفي إذن ننتصل بمثبت ومنفي نحوه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما إذن لفظة خمسين من جنس ألف سنة إذن هو متصل ومثبت لأنه غير مسبوق بأدات نفي أيضا قوله تعالى فجعلهم جدادا إلا كبيرا لهم هنا الكبيرا استثنى من الضمير الها لأنه ذكرنا أنه المستثنى منه ممكن أن يكون اسم وممكن أن يكون ضمير إذن هنا الكبيرا استثنى من الضمير فإذن هنا الاستثنى طام لأنه مستثنى هنا موجود ومتصل لأنه من نفس الجنس ومثبت لأنه غير مسبوق بأدات نفي أيضا قول الشاعر قد يهون العمر إلا ساعة الساعة من جنس العمر العمر هو المستثنى منه إذن هو تام والساعة من جنس العمر إذن هو متصل والكلام مثبت إذن هو تام متصل مثبت كذلك وتهون الأرض إلا موضع العرض هي المستثنى منه إذن هو تام الموضع من جنس الأرض إذن هو متصل والكلام مثبت إذن هو تام متصل مثبت وإما أن يكون التام هو منقطع وما معنى المنقطع؟ المتصل عرفنا معناه المستثنى من جنس المستثنى منه أما المنقطع يكون الاستثنى فيه المستثنى من غير وهو الاستثنى الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه ويرد هذا الاستثناء أيضا في الكلام مثبتا كان أمنا فيه إذن المستثناء من غير جنس الوستثناء منهم لاحظ قوله تعالى لا يسمعون فيها لو إلا سلامه هنا السلام ليس من جنس الله المستثناء منه موجود إذن هو لو إذن هو تام المستثناء من غير جنس المستثناء منه إذن هو منقطع والكلام السوق في أداة نفي إذن هو تام منقطع منفي أيضا قوله تعالى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عَلْمٍ إِلَّا اتباع الظَّن هنا العلم هو المستثنى منه واتباع الظَّن ليس من جنس العلم إذن تام لأن المستثنى منه موجود منقطع لأن المستثنى منه أتباع الظَّن من غير جنس المستثنى منه إذن هو منقطع ومنفي لأنه مسبوق بأداة نفي إذن هنا الاستثنى تام منقطع منفي هذا هو نوع الاستثنى أيضا قوله تعالى طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى لاحظ أيضا هنا التذكرة ليس من جنس الشقاء إذن هذا هو الاستثنى منقطع إذن تام منقطع ومنفي لأنه مسبوق بأداة نفي أيضا لاحظ وصل المسافرون إلا حقائبهم الحقائب ليس من جنس المسافرون إذن هنا هي الاستثنى منقطع الاستثنى تام لأن المستثنى منه موجود المسافرون ومنقطع لأنه المستثنى من غير جنس المستثنى منه ومثبت لأنه غير مسبوق بأداة نفي كذلك قولنا احترقت السيارة إلا سائقة هنا السائق ليس من جنس السيارة المستثنى منه السيارة تام المستثنى من غير جنس المستثنى منه منقطع الكلام مثبت إذن تام منقطع مثبت واضح تحديد نوع الاستثناء أما الاستثناء المفرغ اللي هو أنه هو الاستثناء الذي يكون فيه المستثناء من ممحدوف والجملة منفية إذن ما هي المعطيات اللي أدنى بالاستثناء المفرغ الكلام منفي والمستثناء منه غير موجود كأن تكون منفية ما معنى منفية كأن تكون مسبوقة بنهي أو باستفهام متضمن معنى النفي أو بفعل متضمن معنى النفي ولاحظ الأمثلة حضر الطلاب الدرس إلا محمداً هذا استثناء تام الطلاب مستثناء منه والكلام مثبت ومحمداً هو المستثناء عند تحويله إلى استثناء مفرغ نأتي بالنفي ونحدث المستثناء منه إذن كيف نحول الاستثناء التام إلى مفرغ؟ أول ما نأتي بأدات نفي ونحدث المستثناء منه تام إلى مفرغ؟ لاحظ قوله تعالى إن هذا إلا أساطير الأولين هاي النافية بمعنى ما؟ ما هذا إلا أساطير الأولين؟ لاحظ كيف نعرف إنه هذا الاستثناء مفرغ؟ أولاً الكلام قبل أداة الاستثناء غير تام المعنى إن هذا جملة غير تامة المعنى والطريقة الثانية حتى نعرف إنه هذا الاستثناء مفرغ يسموها التوكير بالقصر هذا ما له من الاستثناء إلا الشكل هنا فقط هذه الإلا هنا أداة استثناء أو أداة حصر ملغغات أداة حصر ملغغات إذن بالمفرغ نعرف هذه الأداة أداة حصر ملغغات لاحظ أيضاً قوله تعالى هل هذا إلا بشراً مثلكم؟ لاحظ هل هذا هذا نفي ضمني؟ استفهام وتضمن معنى النفي إذن هذا نفي ضمني لاحظ عند حذف أداة النفي وأداة الاستثناء هذا بشراً مثلكم إذن مبتدأ خبر رجعت الجملة طبيعية إذن الأداة الاستثناء هنا فقط لتوكيد الكلام إذن هذا ليس باستثناء وإنما هو هنا فقط إلى الشكل إنما هو طريقة من طرق التوكيد إذن هذه أداة استثناء ملغات وما محمد إلا رسول لاحظ أيضاً الكلام قبل أداة الاستثناء غير كامل المعنى أو أن تحذف أداة النفي وأداة الاستثناء يستقيم المعنى محمد رسول مبتدأ خبر أيضاً هذا الاستثناء مفرغ قال تعالى فأبا هذا فعل يفيد النفي فعل متضمن معنى النفي أيضاً معناه هذا نفي ضمنه فأبا أكثر الناس إلا كفورة أي لا يريد أكثر الناس أيضاً هنا يريد أكثر الناس لا يريد أكثر الناس أيضاً هنا الاستثناء مفرغ ولا يكتم السر إلا كل دي شرف لا يكتم السر إلا كل دي شرف لاحظ أن تحذف أداة النفي أداة الاستثناء يكتم السر كل دي شرف فعل ومفعول به وهذا الفاعل وهو مضاف ودي مضاف إليه ودي مضاف شرف المضاف إليه إذن رجعت الجملة طبيعية أو قبل أداة الاستثناء لا يكتم السر جملة غير تامة المعنى إذن الاستثناء هنا مفرغ أيضاً إذا ضاق صدر المرء لم يصف عيشه ولا يستطيب العيش إلا المسامح لا يستطيب العيش إلا المسامح لاحظ رح أحدث أداة النفي أحدث أداة الاستثناء ولاحظ كيف استقام المعنى يستطيب العيش المسامح إيمان الوالس